مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في السويد ورفع القيود على السفر وفتح الحدود للسائحين واستقبالهم من دول مختلفة حذرت الهيئة الصحية العليا من موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا وقد هيئت لذلك الأمر المستشفيات والكوادر الصحية وعممت التعليمات والإرشادات التي من الواجب الالتزام بها من قبل المواطنين لتجنب الإصابة والحد من انتشار الفيروس آملين بذلك أن لا يكون فصل الصيف سببا بتزايد أعداد المصابين لا سيما أن الصيف هو الفصل الذي يكثر فيه التنقل ما حلو الموسم الصيف وتوقعات بقدوم عدد كبير من السياح للسويد هناك توقعات كبيرة أنه يصير موجة ثانية من الفيروس مع هذا بالسويد ماكو أي تغيير بالستراتيجية مستمرين على نفس العملية اللي هي عملية التباعد المجتمعي والحد الآن إحنا بالسويد لدينا عدد الإصابات سبتين ألف وثمانمية والوفيات الحد البارحة خمسة آلاف ومية يعني خمسة آلاف ومية خلو نقول بهذا العدد يعني بس ماكو إرباك للمستشفيات إذا نجي نروح للمستشفيات ونشوفها هادئة ومستمرة بنفسها وهذا يرجع كل لوعي المواطنين لأنه ليصاب الكورونا يقعد ببيتهم وينتظر بس إذا ساءت حالته يتصل بتجي الإصحاف وتأخذه وتؤكد الكوادر الطبية والمؤسسات المسؤولة بالعناية بالمواطنين والمشرفة على إصدار التعليمات والتوجيهات على الوقاية الذاتية للمواطن الذي هو مسؤول عنها بالدرجة الأولى وقد هيئت هذه المؤسسات المستلزمات المطلوبة في تقليل عدد الإصابات والحد من انتشار الوباء للمحافظة على سلامة المواطنين رغم المخاوف من انتشار مرض فيروس كورونا في السويد بسبب فتح الحدود والمطارات إلا أن نحن كمواطنين نلتزم بنصائح الصحة والصحة وتوجيهاتهم والالتزام بالإرشادات من التباعد الاجتماعي غسل اليدين والاهتمام بالنظافة وعدم الزيارة تتضارب الآراء بين موجة من الفيروس وبين انحساره إلا أن ذلك ما ستكشفه الأيام القادمة في عموم السويد عصام حسين العراقية الإخبارية السويد